اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية الفحص الصحي العام للطفل فحص الطفل السليم مقدمة يجب ان يخضع الطفل خلال عامه الاول لفحوص منتظمة من قبل مقدم الرعاية الصحية وتسمى هذه الزيارات عادة فحص الطفل السليم او برنامج زيارات الطفل السليم ان زيارات فحص الطفل السليم في غاية الاهمية فهي تسمح بالتأكد من ان الطفل ينمو ويتطور كما ينبغي كما تسمح ايضا بالكشف المبكر عن اية مشكلة في حال وجودها يشرح هذا البرنامج التثقيفي الاجراءات التي تتم في اثناء فحص الطفل السليم وهو يناقش معلومات حول الطريقة التي يجري بموجبها تقييم صحات الطفل كما يزود الوالدين بالنصائح التي تساعدهما على التحضير والاستعداد لهذا الفحص الفحص الصحي العام للطفل فحص الطفل السليم يجري فحص الطفل السليم عادة ست مرات خلال السنة الاولى من عمر الطفل ان فحص الطفل السليم هو فحص مستقل عن اية زيارة اخرى يقوم بها الطفل الى مراكز الرعاية الصحية بسبب المرض او الاصابة يجب ان يرى مقدم الرعاية الصحية الطفل بعد يومين او ثلاثة ايام من العودة الى البيت وبعد هذه الزيارة الاولى يحتاج الطفل الى زيارة مقدم الرعاية الصحية عندما يصبح عمره شهرا واحدا شهرين اربعة اشهر ستة اشهر وتسعة اشهر خلال هذه الزيارات يستطيع مقدم الرعاية الصحية المساعدة على اكتشاف المشاكل الصحية عند الطفل في وقت مبكر اي عندما يمكن ان تكون معالجتها اكثر سهولة تعد فحوص الطفل السليم ضرورية حتى عندما يبدو الطفل سعيدا وفي حالة صحية جيدة تساعد هذه الفحوص على مراقبة نمو الطفل وتطوره لا يجوز ان ينتظر الوالدان موعد الزيارة التالية اذا احسا بقلق حول صحة طفلهما بل ينبغي عليهما استشارة مقدم الرعاية الصحية فورا التحضير لفحص الطفل السليم على الوالدين تحضير بعض المعلومات من اجل فحص الطفل السليم ومنها معلومات حول الوضع الصحي الحالي لطفلهما وتأريخه المرضي السابق وعليهما جمع ما لديهما من وثائق طبية تتعلق بالطفل لاستحابها معهما في الزيارة ومن هذه الوثائق بطاقة تلقيح الطفل التي تتضمن ما اخذه من جرعات اللقاح ونتائج الفحوص التي خضع لها الطفل عند الولادة يجب ان يقوم الوالدان باعداد قائمة بالتغيرات الهامة التي حدثت في حياة الطفل منذ اخر زيارة للطبيب مثل المرض السقوط او الجرح بدء ذهابه الى حضانة الاطفال او بدء استخدام مربية جديدة ان زيارة الطفل السليم تقدم فرصة هامة للوالدين كي يسأل مقدم الرعاية الصحية اية اسئلة تهمهما وذلك من قبيل كيف ينمو طفلهما ويتطور كيف ينام ارضاع الطفل من الثدي متى وكيف يمكن اعطاء الطفل اطعمة صلبة يمكن ان يسأل الوالدان مقدم الرعاية الصحية عن التغيرات والتصرفات التي يستطيعان ان يتوقعها من طفلهما في الاشهر القادمة كما ان الزيارة تتيح فرصة جيدة للسؤال عن طريقة جعل المنزل مكانا امنا لنمو الطفل هذه بعض الاسئلة الهامة التي يمكن ان يطرحها الوالدان هل يتابع طفلهما ترقيحه في المواعيد المناسبة؟ كيف يتأكدان ان طفلهما يتناول كمية كافية من الطعام؟ هل وزن الطفل صحي ومناسب لعمره؟ هل ينام الطفل وقتا كافيا؟ يجب ان يحمل الوالدان دفتر ملاحظات في كل زيارة لفحص طفلهما وذلك لتسجيل اجابات مقدم الرعاية الصحية عن اسئلتهما وهذا ما يسمح لهما بمراجعة الاجابات لاحقا اذا نسيا ما قيل لهما في اثناء الزيارة برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية القياسات والفحص يبدأ مقدم الرعاية الصحية الفحص عادة بقياس وزن الطفل وطوله ومحيط رأسه يجب ان يكون الطفل عاريا خلال الفحص لذلك ينبغي ان يحذر الوالدان معهما بطانية لحماية الطفل من البرد في اثناء الفحص تجري اضافة قياسات الطفل على مخططات النمو الخاصة به ويستطيع مقدم الرعاية الصحية ان يجعل الوالدان يريان كيف يبدو حجم طفلهما بالمقارنة مع اطفال اخرين من العمر نفسه لا يجوز ان يقلق الوالدان اذا كان طفلهما لا ينمو بالسرعة نفسها التي ينمو بها غيره من الاطفال فهذا لا يعني ان طفلهما اقل صحة من الاطفال الاخرين والامر المهم فعلا هو ان الطفل ينمو بثبات بين الزيارة والزيارة التي تليها يقوم اختصاصي الرعاية الصحية ايضا باجراء فحص جسدي شامل للطفل من رأسه حتى اصابع قدميه ويشكل هذا الفحص فرصة مناسبة للوالدين للتحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول اي مخاوف لديهما فيما يخص صحة طفلهما يقوم اختصاصي الرعاية الصحية خلال الفحص الجسدي الشامل بفحص مايلي رأس الطفل وأذنيه وعينيه وفمه وجلده وقلبه ورئتيه وبطنه ووركيه وساقيه وأعضائه التناسلية قد يفحص اختصاصي الرعاية الصحية رأس الطفل بحثا عن بقع طرية حيث تدل البقع الطرية على أن لدى دماغ الطفل حيزا مناسبا للنمو يفحص اختصاصي الرعاية الصحية أذني الطفل بحثا عن وجود سائل أو التهاب أما إجراء فحص شامل للسمع فغير ضروري عادة ولكن من الممكن أن يرغب اختصاصي الرعاية الصحية بأن يبين للوالدين كيف يستجيب طفلهما للأصوات المختلفة بما في ذلك صوتهما كما يفحص اختصاصي الرعاية الصحية عيني الطفل أيضا وهو يتحرى عن وجود مفرزات قيحية من العين أو انسداد في قنوات الدمع وفي الزيارات اللاحقة سيقوم بتتبع حركة عيني الطفل باستعمال أداة لامعة أو مضيئة كالمصباح اليدوي مثلا يعد فحص الفم جزءا من الفحص الشامل حيث يفحص اختصاصي الرعاية الصحية فما الطفل بحثا عن علامات السلاق الفموي وعلامات ظهور الأسنان والسلاق الفموي مرض فطري شائع سهل المعالجة خلال الفحص الشامل يفحص اختصاصي الرعاية الصحية جلد الطفل بحثا عن الطفح أو عن علامات اليرقان يتحول لون الجلد وبياض العينين إلى الأصفر عند الإصابة باليرقان ويصبح لون البول قاتما بينما يبهت لون البراز واليرقان حالة شائعة قابلة للمعالجة عند حديث الولادة يجري فحص قلب الطفل ورئتيه في أثناء الفحص الجسدي أيضا يستعمل اختصاصي الرعاية الصحية السماعة الطبية للإصغاء إلى أصوات القلب غير الطبيعية أو إلى اضطرابات التنفس يبحث اختصاصي الرعاية الصحية بطن الطفل أيضا بحثا عن أي مكان مؤلم أو عن ضخامة الأعضاء ويكون ذلك بالضغط اللطيف على البطن يجري فحص وركي الطفل وساقيه في أثناء الفحص الشامل يقوم اختصاصي الرعاية الصحية بتحريك ساقي الطفل للتحري عن أي مشكلة في مفصلي الوركين يبحث اختصاصي الرعاية الصحية أعضاء الطفل التناسلية أيضا للتأكد من عدم وجود علامات الزهاب أو كتل أو إيلام وإذا كانت الطفلة أنثى فقد يسأل الوالدين عن وجود مفرزات مهبلية أو عدم وجودها ويجري فحص الأطفال الذكور للتأكد من سلامة نمو الخصيتين حقن التمنيع أي اللقاحات يتضمن فحص الطفل السليم إعضاء الطفل حقنا أيضا حيث تحمي هذه الحقن الطفل من أمراض خطيرة وهي تدعى التلقيح أو التمنيع أحيانا تقوم حقن اللقاح بعملها على نحو أفضل عندما يأخذها الطفل في العمر المناسب حيث يتبع الأطباء برنامجا للتلقيح يبدأ منذ الولادة يجب أن يطلب الوالدان من الطبيب أو من الشخص الذي يقوم بالتلقيح نسخة عن سجل لقاحات طفلهما وهي ما يعرف باسم بطاقة تلقيح الطفل وعليهما أن يحتفظا بهذه البطاقة في مكان آمن فقد يحتاجان إليها فيما بعد من أجل المدرسة أو من أجل أمور أخرى يجب أن يتذكر الوالدان أن طفلهما يحتاج إلى أخذ جميع حقن اللقاح كي يغدو محميا إن كل نوع من اللقاح يحمي الطفل من مرض مختلف فمثلا يحمي لقاح الشلل الطفل من الإصابة بفيروس شلل الأطفال حيث يمكن أن يسبب التعرض لعدوى الشلل إصابة الطفل بالشلل وعدم القدرة على المشي مدى الحياة لقد اختبرت اللقاحات لسنوات طويلة قبل وضعها في الاستخدام إن خطر التعرض للأذى بسبب اللقاحات ضئيل جدا كما أن الآثار الجانبية للحقن خفيفة عادة وتستمر فترة قصيرة من الزمن فقط لا يعاني بعض الأطفال آثارا جانبية على الإطلاق ولكن يجب أن يسأل الوالدان الطبيب عما قد يحدث لطفلهما بعد جلسة التلقيح يستطيع مقدم الرعاية الصحية خلال فحص الطفل السليم أن يساعد الوالدين على تمييز علامات يبحثان عنها عند طفلهما في أعمار مختلفة وتدعى هذه العلامات المعالم النمائية أو محطات التطور يتحرى مقدمون رعاية الصحية عن معالم نمائية محددة في كل زيارة ينمو كل طفل ويتطور بطريقة مختلفة عن غيره من الأطفال إن معظم الأطفال في شهرهم الأول من الحياة تزداد أوزانهم يكون منعكس المص لديهم جيدا يستجيبون للأصوات ويحركون أذرعهم وسيقانهم وفي شهرهم الثاني يستطيعون رفع رؤوسهم عندما يكونون مستلقين على بطونهم ينظرون إلى الأشياء القريبة يهدلون أن يصدرون أصوات يبتسمون ويصدرون صراخات مختلفة عند وجود مشاعر مختلفة ومعظم الأطفال في شهرهم الرابع يستطيعون أن تدحرج ظهرا لبطن يحاولون الوصول إلى الأشياء وإمساكها يضعون الأشياء في أفواههم يبدأون من المناغات يضحكون ويميزون أصوات الوالدين أو لمساتهما ومعظم الأطفال في شهرهم السادس ينقلون الأشياء من يد إلى اليد الأخرى يستطيعون تدحرج ظهرا لبطن تبدأ أسنانهم بالظهور ينامون من ست ساعات إلى ثمان ساعات في الليل دون أن يستيقظوا يقلدون أفعال الآخرين وأصواتهم يتوجسون ويخافون من الغرباء ويحبون سماع أصواتهم ومعظم الأطفال في شهرهم التاسع يزحفون أو يحبون يستطيعون الجلوس فترة طويلة دون مساعدة يأكلون بأنفسهم بواسطة أصابعهم يرمون الألعاب ويهزونها يدركون معنى كلمة لا يستجيبون لمناداتهم بأسمائهم يلوحون بأيديهم عند الوداع ويلعبون بعض الألعاب يصل بعض الأطفال إلى بعض هذه المحطات التطورية بشكل أسرع من غيرهم أو متأخرين عن غيرهم من الأطفال ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يبدي الطفل نمواً مستمراً بين الزيارة والزيارة التي تليها يقوم اختصاصي الرعاية الصحية بإخبار الوالدين عما إذا كانت تأخر في نمو طفلهما وتدوره يدعو إلى القلق إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة يجري فحص الطفل السليم عادة ست مرات خلال السنة الأولى من عمره وذلك للتأكد من أنه ينمو ويتطور بشكل مناسب إن فحص الطفل السليم هو فحص مستقل عن أي زيارة أخرى يقوم بها الطفل إلى مراكز الرعاية الصحية بسبب المرض أو الإصابة يبدأ مقدم الرعاية الصحية الفحص عادة بقياس وزن الطفل وطوله ومحيط رأسه يستطيع اختصاصي الرعاية الصحية أن يجعل الوالدين يرياني كيف يبدو حجم طفلهما مقارنة مع أطفال آخرين من العمر نفسه كما يقوم اختصاصي الرعاية الصحية أيضا بإجراء فحص جسدي شامل للطفل من رأسه حتى أصابع قدميه يتضمن فحص الطفل السليم إعطاء الطفل حقنا أيضا تدعى حقن الترقيح أو التمنيع تحمي هذه الحقن الطفل من أمراض خطيرة على الوالدين أن يجمعا ما لديهما من وثائق طبية تتعلق بالطفل لاستحابها معهما في الزيارة ومن هذه الوثائق بطاقة تلقيح الطفل التي تتضمن ما أخذه من جرعات اللقاح ونتائج الفحوص التي خضع لها عند الولادة شكرا لاستخدامكم برنامج أكس بلين